وقال رئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر وهبها الله عبقرية المكان وجعل على أرضها نبتة الحضارة الأولى وخلال كلمته في حفل ختام النسخة الرابعة من منتدى الشباب العالم أضاف الرئيس السيسي أن مصر نقطة الطلاق الجامعة للحضارات ومنطلق السعي نحو إقرار السلام وإعلاء قيم المحبة والتسامح إن مصر التي وهبها الله عبقرية المكان وجعل على أرضها لبنة الحضارة الأولى وجعل على أرضها نبتة الحضارة الأولى وتشكلت شخصيتها في التنوع والتعدد فأصبحت هي نقطة الطلاق الجامعة للحضارات ومنطلق السعي نحو إقرار السلام وإعلاء قيم المحبة والتسامح وهنا على أرضها الطيبة المباركة اجتمعنا من أجل الإنسانية ومستقبلها ومصر الجديدة التي نقدمها اليوم للعالم هي دولة مدنية حديثة تسعى للبناء والتنمية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية وتمتد جهدها في البناء والإعمار إلى محيطها الإقليبي بسعي مخلص من أبنائها الذين يحملون للعالم رسالات المحبة والسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر